بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد رسالة هادئة إلى بعض الآباء إلى بعض الإخوان يعني الله الله في بناتكم الله الله في أخواتكم عندما تختارون زوجة ثانية أو إنك تختار زوجة لك الله الله في أخواتك وإذا كان أب الله الله في بناتك عندما تريد أن تتزوج من إمرأة أخرى غير أمهم فالله الله في بناتك رجاء استمع رجاء استمعي يعني على الإنسان على الإنسان قدر الإمكان أن يحافظ على أخواته على كرامة أخواته ألا يهمل بناته وألا يهمل أخواته عندما يتزوج أو إنه يختار إمرأة وعلى الأقل بأنه يختار إمرأة تناسب حياته وتناسب كذلك حياة أخواته وحياة بناته رجاء استمع رجاء استمعي يروى يروى بأن جابر بن عبد الله الأنصاري رحمة الله عليه هذا الرجل العملاق الذي أتحفه الله سبحانه وتعالى بتحفتين سنيتين التحفة الأولى التحفة الأولى بأن حديث الكساء يروى عن طريق جابر بن عبد الله الأنصاري هذا حديث الكرامات والمعجزات حديث الكساء يروى وروية عن جابر بن عبد الله الأنصاري وهي تحفة سنية أعطاها الله سبحانه وتعالى كرامة له عن طريق السيدة فاطمة عليه السلام وكذلك أتحفه الله سبحانه وتعالى أتحف جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه بتحفة أخرى وهو أنه أول زائر لقبر الإمام الحسين عليه السلام بعد استشهاده الشريف لماذا؟ هل أتى هذا صدفة؟ لا لأذكر لكم موقفا واحدا من مواقف جابر بن عبد الله الأنصاري الذي كان في حياته يفضل الآخرين وراحت الآخرين على نفسه وهذا هو المؤمن الناس منه في راحة ونفسه منه في تعب هذا هو المؤمن تجد أنه يعيش في بيته فتجد أن أهل بيتي منه في راحة وهو في نفسه من تعب زوجته منه في راحة وهو مع نفسه في تعب أولاده منه في راحة وهو مع نفسه في تعب أخواته إلى غير ذلك فجابر بن عبد الله الأنصاري في يوم من الأيام وبعد رجوع النبي صلى الله عليه وآله من أحدى الغزوات سأل النبي صلى الله عليه وآله جابر بن عبد الله فقال له هل تزوجت يا جابر وكان عمره لم يتجاوز العشرين عاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله هل تزوجت يا جابر فقال نعم يا رسول الله لقد تزوجت فقال له النبي صلى الله عليه وآله هل تزوجت من شابة من فتاة أم إنك تزوجت من غيرها فقال له يا رسول الله لقد تزوجت من امرأة كبيرة في السن ومطلقة أي أني تزوجت من ثيب قال له النبي صلى الله عليه وآله هل تزوجت من باكر أم إنك تزوجت من ثيب قال له لا يا رسول الله لقد تزوجت من ثيب امرأة كبيرة في السن وكذلك مطلقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا جابر لماذا لم تتزوج من فتاة بعمرك لماذا تزوجت امرأة كبيرة وتزوجتها مطلقة قال لأجل أخواتي يا رسول الله وأنت تعلم بأن أبي قد استشهد معك في معركة بادر وترك في رقبتي أخواء الصغار وهذه الأخوات تحتاج إلى من تربيهن وتحتاج إلى من تعاملهن بإحسان وقلت في نفسي أنا إذا تزوجت من فتاة صغيرة ربما لا تحسن معاشرتهن ربما تقوم بمحايلتهن إلى غير ذلك وتعرفون طريقة النساء بعض النساء وليس الكل كيف أن زوجة الأخ تحايل أخواتها في كل شيء وربما تضع المشكلات إلى غير ذلك وقال إذا تزوجتها كذلك يعني صغيرة وهن بحاجة إلى تربية لأنهن صغيرات في السن فلا ينفع كيف أربي أخواتي أنا لا أحسن تربية البنات لذلك تزوجتها كبيرة في السن لكي لا تحايل أخواتي لا تضع عقلها مع عقلهن ولا تحايلهن وكذلك تزوجتها مطلقة لكي تكون لديها معرفة في تربية البنات فقال له النبي صلى الله عليه وآله بارك الله فيك يا جابر بارك الله فيك وهكذا صنعت شخصية جابر بن عبد الله الأنصاري فالدين معاملة فهذه الرجاء الرجان يعني الرسالة هادئة إلى بعض الأباء بعض الأخوان الذين يتزوجون من امرأة سواء كان الأب الذي يتزوج من امرأة أخرى أو إن الولد يتزوج من امرأة يعني دير بالك على أخواتك لا تجعل هذه الزوجة تحايل أخواتك تؤذي أخواتك وتكون هذه البنت أو تكون هذه الأخت يعني تطلب من الله سبحانه وتعالى إما أن تموت وإما أن تنتحر وإما أن تتزوج بأي صورة كانت إلى غير ذلك ولو كان هذا الشاب غير جيد مجرد تريد أن تخرج من البيت ومن جحيم البيت وفي الأعم الأغلب يكون بسبب عدم وجود العاطفة الكبيرة في البيت من قبل الأب أو من قبل الأخ نتيجة الاختيارات الخاطئة هذه رسالة هادئة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما وأبدا لإحترام الأخت ومدارات الأخت يعني ماذا أقول آية الله الشيخ بهجة رحمة الله عليه ياتي ليه رجل ويقول له أنا تاجر وبدأت تجارتي بالخسارة فإذا بأشيخ بهجة يسأله بعض الأسئلة ويصل إلى العلة قال له هل لديك أخت قمت بإهمالها منذ فترة فقال نعم لدي أخت توفى زوجها ولم أسأل عنها منذ فترة قال اعلم بأن نقصان رزقك بسببها أليست هذه من صلة رحمك أليست هذه بنت أبيك وأمك لماذا لم تسأل عليها فسبب نقصان التجارة وخسارة التجارة هي بسبب بأن أختك يعني تشعر بألم لأنك لم تسأل عنها وعندما ذهب التاجر إلى أخته وجد بأنها صحيح متألمة من موقفه لأنه لم يسأل عنها وقالت له أنت أخي فإذا أنت لم تسأل عني ولم تسأل عن أولادي من يسأل عنهم وعندما أرضاها وأرضا أولادها عادت تجارته كما كانت هذا هو يعني صلة الرحم بهذه الصورة هكذا هي الأخت منزلتها عند الله سبحانه وتعالى ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر الأخت بشكل عجيب في قصة موسى عليه السلام لو لا الأخت يعني موسى عليه السلام لو لا أخته التي أرجعته لأمه عندما قالت يعني أم موسى عليه السلام اذهبي وقصي خبرة وقالت لأخته اذهبي وقصي خبرة وكانت أخته تمشي على قدميها ووصلت إلى فرعون وقالت لهم أنا أدلكم على من يعني ترضعه إلى غير ذلك وأرجعه الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أرجعه لأمه بفضل أخته هاي الأخت لما تركت أخوها موسى عليه السلام ولو للحظة واحدة كان في اليام في البحر وكان في تابوت وكانت هي تمشي ولا تهتم تركض مع الماء ولا تهتم حتى رأت أخوها موسى عليه السلام يدخل في قصر فرعون والله سبحانه وتعالى بعد أن أصبح موسى عليه السلام نبيا ذكره في الموضوع قال له هل تذكر في مضمون الآية قال له هل تذكر أختك عندما أو أختك عندما قالت لهم هل أدلكم على من ترضعه قال له أنا متألم قليلا أعتذر فقال له الله سبحانه وتعالى يعني بمعنى يا موسى إياك أن تنسى فضل أختك إياك أن تنسى فضل أختك قال له هل تذكر عندما قالت أختك هل أدلكم على من ترضعه أختك هي التي من أنقذتك أختك هي أمك الثانية فلا تجازب بها لا تجازب مشاعرها رجاء 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 يعني وعلى كل الأحوال يعني حتى النبي صلى الله عليه وآله قال من عال بنتا أو أختا من تكفل بنتا أو أختا أو تكفل بنتين أو أختين أو تكفل ثلاث بنات وثلاث أخوات أي بمعنى لا يفرق الله سبحانه وتعالى ويريد أن يجعلك أن لا تفرق بين بناتك وبين أخواتك أن لا تفرق بين زوجتك وبين أختك فقال من تكفل بنت وأخت من تكفل بنتين وأختين من تكفل ثلاث بنات وثلاث أخوات ماذا يعني؟ بأن الله سبحانه وتعالى يريد أن لا تفرق بينهم تدخل الجنة بغير حساب برنامى الصباحات ولأيا أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام